طبعا من ضمن الناس اللي يعني امبرح مش امبرح بس هو في البطولة كلها اثبت ان هو لعيب دولي بقاله عشرين سنة رغم ان هو لسه صغير هو محمد عبد المنعم العائد للنادي الاهلي والاسف العودة دي يعني مدايقة لبعض هتكلم عن الجزئية دي لحقا في جزء من الحلقة النهار ده لكن ايه اللعيب التقيل ده ربنا يحميك يا ابني ويباركلك محمد عبد المنعم تحس ان هو مدافع على غرار كده ايه كابتن واق الجمعة من المدافعين التقال قوي الراسين الهادي اللي هو في حتة والناس كلها في حتة هو بيفكر بيلعب بدماغه بتوقعه بقوته ماشاء الله حتى لو هو قصير سنة بس بيعود ده بالتوقيت الصح اللي بيختاره في الانقضاط على اي كرة في المشاركة في اي كرة الرجل سان في الجنة الاول بكرة رأسية صدها بونو ورجعت لصلاح حطها جون زي ما جاب جون في مباراة غنية او بتعديد مباراة السودان تمام فلا لا 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 عبتي قوي 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 ان شاء الله تكمل على خير بإذن الله بالبطولة بإذن الله نفسنا نفرح قوي 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 بقى باللقر وهتبقى حاجة يعني كبيرة قوي وتدينا دافع كبير قبل مطشن السنغال بإذن الله مباراة الكاميرون بقى لازم يكون لها استعداد خاص اولا اولا مهمة قوي من الجهاز الفني ومحمد صلاح الاسطوري العالمي يبقى كلامه ما اللعبة في ايه حتى لو الحكم ضدنا يا جماعة خلينا هدين ما نتشدش ما نتضغطش بهدوء ونفرد ها اسلوب لعبنا في الملعب طريقتنا احنا اسلوب نحنا هو اللي نلعب بيه نقدر نعدي الكاميرا الكاميرا اللي هي اقوى من كوديفور ولا اقوى من مغرب ولا اقوى حتى من نجارة اللي انت خسرت منها في اول البطولة هي دلوقتي بتتسلح بايه بتتسلح بالملعب ها وبتتسلح بالجمهور وقد تتسلح بالحكام لكن بعزمتك واردتك وروحك والنافس الاداء الرجول اللي لعبت بيه اخر مطشين دول باذن الله هتعدي فنيا انت اعلى مهاريا انت اعلى ما فيهش نقاطش فربنا يكرمنا يا رب مساندة الجمهور جميلة جدا الناس اللي سفرت حاجة اكثر من رائعة حاجة تفرح وهو ده شعب مصر وما دول المصريين بيحبوا منتخب بلدهم كل التوفيق لمنتخبنا يا رب والله عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله لكن تعالوا نشوف الاخبار بتتعلق بمنتخب مصر من خلال السوشيال ميديا وده فيديو لعصام الحضري او الكابتن عصام الحضري طبعا هو تاريخ كبير واسطورة في حراسة المرمى بيحتفل فيه مع محمد صلاح اه بعد الانتقادات وجهناها ليه وكان عندنا حق بسبب تصرحاته اللي حنفضل يعني مش متفقين معاه فيها بعد احد المباراة لكن يبقى كابتن عصام الحضري اسم كبير وتاريخ كبير في كرة القدم المصري تعالوا نشوف الفيديو ده ليه مع صلاح ونركح يلا مبروك يا امو مبروك يا امو مبروك يا امو مجهود كبير بيقوم به طبعا كابتن عصام الحضري مع الحراس شفنا الظروف خلت ان تلاتة هيلعبوا تلات حراس يشاركوا في البطولة الشرنة وابو جبل ومبرح صبحي فأكيد هو عمل مجهود كبير رغم ان البعض بيقول ان فيه احمال بدنية زائدة مش هتترك الحيطة دي ما فهمش فيه هاوي لكن في كل الاحوال اسم كبير واكيد عمل مجهود كبير جدا مع منتخبنا الباطن تعالوا نروح لحساب يلا كور والكلام على ان ابو جبل ينضم لتدريبات الجمعية سلساء استعدادا للكاميرون اخبار مبشرة جاية من هناك من المعسكر انه ممكن يلحق لانه عنده اجهات بس في العضلة الضمة ممكن يلحق بس اتمنى لو ابو جبل مش جاهز بنسبة 100% مايلعبش عشان ما نخسرش تغيير عندنا صبحي حارس لا يقل ابدا ابدا عن ابو جبل حارس تقيل وتعرض لضغوط كبيرة جدا في كاس الأمور الأفريقية اللي كانت للشباب هنا في مصر اعتقد انه هو الأساسي وحارس عنده امكانيات ممتازة فنديله السقة لو ابو جبل مش جاهز بنسبة 100% لازم 100% يكون جاهز عشان ما نتعرضش لمواقف تكون صعبة علينا في المباراة لكن خبر مباشر نتمنى يا رب ابو جبل يكون موجود أحمد حجازي نفس الحكاية الأمور ايه ده طبقا لحساب كورو بلاس على تويتر واللي بيكشف موقف حجازي من اللحظة بمباراة الكاميرون بيقوله انه في صعوبة شوية في انه هو يلحق مباراة نوس النهائية لكن ممكن لو صلنا بإذن الله واحد أحد المباراة النهائية يكون جاهز أحمد حجازي انه ايضا عنده شد في العضلة الضمة العضلة الضمة دي صعبة شوية اليوم السابع بيقولك الوينش وحمدي فتحي اقتربان من التشكيل الأساسي المنتخب مصر أمام الكامير الوينش جاهز وحمدي فتحي بإذن الله يكون جاهز عودة الاتنين دول هتكون مهمة وعودة الوينش كمان هتكون مهمة عشان غياب حجازي فحيبقى مع منعم تمام حمدي فتحي كواحد في نص المعب افتقدناه جدا جدا في مورات المباراة لكن طبعا عودته مهمة جدا بإذن الله واحد أحد يكون جاهز هاخد خبر كماه وتحقيق عجل من كاف بعد مشاجرة لعبي مصر والمغرب وزي ما بيقال يعني ان كان فيه مثلا بخلاف المشاجرة اللي كانت في الملعب لكن بيقال ان كان فيه مشاجرة في مقر الإقامة فأمور ممكن تكون بسيطة حماز زائد أو حاجة لكن خاصة المباراة انتهت ويفضل الشعب المصري والشعب المغربي أشقاء واللعيبة دي شفنا صلاح النجم الكبير إزاي بيحي أشرف حكيمي هو تريزي جيه بعد المباراة وشفنا صلاح النهاردة حتى نزل على الصوري بتاعه على انستجرام صورة هو أشرف حكيمي هو بيوسيه بعد الخسارة فالعلاقات كويسة جدا بين اللعبين والشعبين وده أمر مؤكد طيب خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل هنقفل ملف المنتخب ونروح بقى للنادي الأهلي عشان نتكلم على المهمة الصعبة جدا بتاعته الخاصة بالكاس العام الأندية كل التفاصيل والكواليس والإصابات هنتكلم فيها بعد الفاصل جاء شكرا